النهاردة هنتكلم عن تحديث مهم اعلنت عنه شركة جوجل في المؤتمر الاخير وهو imagine 4 وده موديل تم تطويره لانشاء صور بالذكاء الاصطناعي الموديل ده مطور عن موديل imagine 3 واللي كنا بنستخدمه في موقع image fx والجميل انه مجاني تماما وتم تطويره عشان يعمل تصاميم اكثر دقة واحترافية فلو انت مهتم تستخدم موقع مجاني تعمل بيه تصاميم احترافية مختلفة فالحق استخدم جوجل ويسك مع الموديل الجديد imagine 4 وانا في الفيديو ده هعلمك ازاي تستخدم موقع ويسك وتعمل بيه تصاميم ودمج للصور من البداية للنهاية فلو انت مهتم دوس لايك ويلا بينا نبدأ اول حاجة هنعملها علشان نستخدم imagine 4 هو ان احنا هندخل على جوجل وهنكتب في البحث image fx وبعد كده هندغط على الرابط الاولاني ده هيحاولك على الصفحة دي اول ما هتفتحها طبعا هيقولك ان هو غير متاح في بلدك وهيحولك لصفحة تانية بالشكل ده طب ازاي نستخدمه هترجع تاني لخطوة وارب حيس تظهر لك الصفحة دي وهنفتح تاب جديدة وهنروح هنا نبحث عن حاجة اسمها planet vpn extension وهيجيب لك هنا الرابط الاولاني ده هتضغط عليها بالشكل ده هتفتح معاك الصفحة دي وهنا طبعا تقدر تعمل حاجة اسمها الاضافة الي كروم طبعا الكلام ده لو انت بتستخدم كروم فهنضغط على الاضافة وهنضغط على حاجة اسمها add extension بحيس ان هو يضيف لك extension ديت عندك في المتصفح الخاص بيك وتقدر تفتح بيه اي موقع انت عايز فهنا هو طبعا عمل لتسطيب لي extension بتاعتي واقدر اتأكد لو ضدت على الاعلامة دي هجيب لي هنا اللي هو اه هضغط على العلامة ده عشان تظهر لي هنا على طول فانت هتفضل تظهرها لك هنا على طول مجرد ما تضغط عليها وتروح هنا تضغط على الاتفاقيات تقدر تختار البلد اللي انت عايزها واضغط على هيبدأ ان هو خلاص كده يفعل لك كدولة تانية طبعا هنيجي بعد كده بكل بساطة نرجع تاني وهنستخدمه عادي خالص ان احنا بنروح هنا نضغط على هيفتح معك الصفحة دي هيطلب منك ان انت هتسجل حساب اضغط على وقت تلقائيا مجرد ما هتعمل آآ التسجيل خلاص هيفتح معك هنا يطلب منك شوية حاجات تقراها وتلقائيا هيفتح معك الصفحة دي اول ما تفتح الصفحة دي هيقول لك ان انت ممكن تستخدم هنا العادي اللي هو الاصدار ولكن احنا محتاجين نستخدم فعشان نستخدمه هو هنا جايب لك هنا ندعوك لتجربة اللي انت اصلا لو دي مش ظهرة معك هنا تقدر تجيبها من الشمال هنا بتظهر لك في الساهم ده كزا حاجة من ضمنها ويسك هنضغط عليها كده عشان تحولنا للصفحة الخاصة بويسك ونبدأ ان احنا هنجربها او نستخدمها هيفتح معك بالشكل ده ويسك وهيبدأ ان هو يستعرض لك هنا بعض الحاجات اللي تم تصميمها بانشاء اه الادات الويسك وتقدر انت كمان تبدأ تستخدمها على طول عن طريق ان انت تضغط على فتح الاداة فهيحاولك تلقائيا على الصفحة دي هتظهر لك الصفحة بالشكل ده بيبدأ ان هو يقول لك ان انت ممكن تكتب كلام نحاوله لك لصورة بالاضافة كمان ان انت ممكن تعمل دمج للصور يعني لو عملت صورة وجبت صورة تانية كمشهد واسلوب يقدر يعمل لك الصورة بالشكل ده تعالى بقى نجرب احنا بنفسنا ونشوف هنعمل ايه اه طبعا فيه خاصية كمان ولكن ممكن تكون لسه مش متاحة دلوقتي للجميع فتعالى كده نجرب اول حاجة هنا هنجي في المستطيل لتحت ده اللي بيبدأ ان انت تكتب فيه الوصفة اللي انت عايزه تحوله لصورة وعندك على الشمال هنا دي خاصة بالدمج هنستخدمها برضو هنا طبعا تكتب اي وصف انت عايزه ده وصف انا مجهزه لسلوب آآ بتقدر طبعا انت تجي هنا تضغط على الابعاد تختار بقعد اللي انت عايزه مسلا هاختار بقعد بتاع تسعة لستاشر او مربع او عريض زي ما انت حابب بالاضافة هنا بيجي هنا لو ضغطت هنا بيقول لك آآ التحكم في رقم الادخال العشوية لو انت حابب تتحكم فيها طبعا هنا وقال لك انه وبعد كده نقدر بكل بساطة ان احنا هنضغط على ارسال عشان يبدأ دلوقتي ان هو ينفذ لنا صورتين بالابعاد اللي احنا طلبناها بالشكل هنا بقى اعمل لي الصور بالشكل ده تعاني اضغط على الصورة جايب لي هنا سلوب التني فيجر وهما جايبين بطيخ هو آآ قرع بس احنا كان ممكن نتحكم فيه وبيحاول ان هو اضربوه في الخلاط يعني اه تعبير مجازي ان هو بس حاجة كده نشرح بها الاسلوب والحاجات ديت فعملها بالشكل ده لكن نقدر طبعا نتحكم فيها اكتر بس التصميم كويس عجبني وده البروموت الخاص به طبعا عجبك التصميم بتقدر ان انت هتحمله آآ من هنا بالاضافة كمان ان هو جايب لك آآ خاصية التحسين لو انت عايز تعمل تحسين تعاني اضغط عليها كده نجرب فهنا طبعا التحسين هي مش عامل ما عملش اي حاجة لكن برضو لو لاحظت هنا هتلاحز جايب لك حاجة اسمها تحريك هل التحريك ده متاح لو متاح طبعا يبقى شيء جبار جدا وهيبقى حاجة تحفى فلو ضغطنا عليها قالك ان هو يتعذر آآ انشاء فيديوهات بالنسبة بالنسبة العرض الى الارتفاع الخاص بالوضع الافقي قالك غير الوضع طب خلاص تعال نجرب ان احنا نغير الوضع ونختار له بتنسيق ستتاشر لتسعة ونعمل التصميم تاني ونشوف هل هيعمل لنا انيميشن ليه ولا لأ عمل هنا التصميم هنا بزي ما احنا شايفينه وجايب الناس وقفينه انا حاسس ان التفاصيل تمام بس انا بس مندقيقني حتة ان البطيخة قرع ديها بصراحة انا او بعدين هو ما فيش حد بضرب آآ بطيخ في الخلاط ربما عايز يتعدل ولكن يخلينا في المهم هل هو هيقدر ان هو يعمل لتحريك للصورة تعال كده نضغط على تحريك وهنا نيجي نشوف ايه اللي بيتهم انا مش شايف اي تحريك في الصورة ولا آآ اي آآ حاجة آآ هنا قالك هنا عشرة من عملات الانشاء يعني بيقولك ان انت تقدر تعمل عشرة تعال نضغط هنا كده آآ فلما جيت ضغط قالك تركية الخطة ازا فهي محتاج يكون بفلوس طيب هنا احنا عملنا التصميم بتاعنا كده بالشكل ده وعايزين نجرب ان احنا نعمل التصميم تاني هعمل برضو هنا برومت لي قطة بسيطة كده وقفة في المطبخ بتطبخ وهخلي البعد المرة دي ايه تسعة ستاشر برضو وهاجي هنا اضغط على ارسال تعالي نشوف هيعمل التصميم ازاي عملهوني هنا وعمله بسرعة على فكرة يعني ما غابش معايا فتعال كده هضغط مسلا على صورة من الصور ديت وعمل لها تحميل ماشي وعايزين نروح نجرب بقى الخاصية الخاصة بالدمج اللي هو اضافة صور لو ضغطت على اضافة صور هيجيب لك بقى هنا الحاجات دي بقول لك الموضوع ايه فممكن اعمل ادخال نص يعني انا ممكن اجيب هنا اعمل ادخال نص وهجربها معاكو برضو مثلا ان انا هيجي هنا اضيف الموضوع بتاعي ان انا عايز القطة بتاعتي اللي انا عملتها اه ده موضوع بتاعي وهجي هنا في المشهد هحتاجي المشهد ده تعالي نجيب الخاص بي اهو واضغط عليكم به وهجي هنا اضيفه في المشهد محتاج المشهد ده يكون اساسي معايا او في الخلفية وهنا الاسلوب ممكن بقى اقول له الاسلوب بتاعي اقول له حقيقي او مش هحتاجي اكتر من كده وبعد كده اضغط على انشاء فهنا هيعمل هنا لكل آآ كلام انا كتبته المشهد الخاص به وبعد كده احنا طبعا ضيفت الصور هنيجي هنا بقى آآ نضيف نعمل ان احنا نضغط على ارسال تعال نشوف هل هيدمج التلاتة مع بعض ولا هيعمل لنا ايه فعلا هنا دمج التلاتة مع بعض بس ما جابش حاجة من الحاجات دي لان ده الاسلوب اللي احنا هنستخدمه لو جينا بس هنا هنلاقي القطة طوافة بتشتغل وجنبها هنا الناس بيبتوها تاني فيجر بيعملونا هنا البطيخ بس المراضي هنا جاب لنا شوية آآ حمر اهو عشان ما حادش يزعل طب ما تيجي بقى هنا احنا حملنا الصورة هو تعالى نختار بوعد يكون كبير ستاشر لتسعة ونجرب نعمل ده انا عجبني فكرة ان احنا ممكن آآ نعمل آآ دمج بالطريقة ديت بس طبعا هو فيه عب خطير فيه ان هو مش بيقدر ان هو يعني يعمل لك الصور الخاصة بيك بالشكل الحقيقي فاتماني ده يتم تطوره مستقبلا انا عمل برضو هنا الصورة بالشكل ده بصراحة هشكلها كويس جدا دي ما فيهاش تفاصيل التيني فيجر لكن دي هنا فيها تفاصيل التيني فيجر مع القطة بالشكل ده فحلو نحدد لوقتي النتائج كويس اوه تعالى بقى نعمل تجربة كمان هنا انا مجهز له هنا عايز يعمل لي منتج ليه يعني كنز واختار البعد واحد واحد وهيخليه يعمله لي بالشكل ده ده هيبى مثلا تصميم افتراضي كده عايزين نستخدمه فهنيجي هنا بعد ما هيعمل لنا التصميم هنا بالشكل ده هنحتفظ به ماشي وهنحتاج كمان ان احنا نعمل خلفية فانا برضو هعمل خلفية مسلا بحر او خلفية شط وهكتب لك وهضيفه هنا هنا ده بحر وكده وشط وهنختار طبعا البعد يكون ايه ستاشر اللي تزعى هيبدأ ان هو يعمل لي التصميم بالشكل ده هجيبني سرعيته بصراحة هعمل لي هنا التصميم بالشكل ده ونضغط على هرجع بقى هنا لاضافة صور وهنروح هنا نشيل الصور ديت ونروح نضيف الصور تانية نقدر طبعا نحمل الصور من عندنا من الجهاز فانا هجيب الصور اللي انا عملتها دلوقتي اللي هي المنتج وهضيفها كموضوع وهاجي هنا اضيف المشهد بتاعي فهعمل تحميل له الصورة وهضيف المشهد ده كده وهنا طبعا الاسلوب هنسيبه زي ما هو مش هنضيف فيه حاجة وبعد كده هنختار البعد بتاعنا ستاشر لتسعة وهنروح بكل بساطة من غير ولا اي حاجة نضغط على اه ارسال فهيبدأ دلوقتي ان هو يعمل لنا المشروع بتاعنا وهنا كانت النتيجة قدر ان هو يعمل لي او دمج للمنتج بتاعي ولكن هتلاحز ان هو غير شكله تماما طبعا انا استفدت ايه بقى كده هو خد الفكرة بتاعة المنتج عملها وخد الخلفية عملها انا هستفد ايه هستفد بقى ان انا هاتر ان انا اقدر اخد الشكل او التصميم اللي انا هعمله اعمله واقدر ان انا اعمل بايا كان الطريقة ان انا اشيل المنتج اللي انا عملته ده وحط المنتج بتاع الحقيقي. ايا كان بقى الطريقة بقى. ماشي? فده عيبه. هو لو الموقع ده قدر ان هو حط التصميم الحقيقية بصراحة يعني هيبقى ايه? يعني فاضل ايه تاني ان انت خلاص ما عادش بقى شوال الصعب والحاجات دي كلها وهنعمل شغل عالي جدا. انت تعرف كمان ان موقع يقدر ان هو يفهم الكلام باللغة العربية. يعني تعالى مسلا هنا عايز اضيف شابه ده. ده باللغة العربية. وفي نفس الوقت انا حبيت ان يكون ده فيه وصف لحاجات ممكن تكون حقيقية شوية. ازيان انا عايز مسلا رجل عصري بملابس كاجو الانيقة يرتدي جاكت ازرق وكبعة. يجلس على مقدمة سيارة شرطة امريكية كلاسيكية من نوع شفرولي موديل السبعينات. الاضواء الحمراء والزرقاء تعمل. وخلفه بص بقى. تظهر اهرامات الجيزة في مصر. وقت الغروب مع اجواء ضبابية ونخيل على الجانبين. وتعالى كده ندي له بعد حالة الستاشر لتسعة ونضغط على ارسال. هل هيفهم الصورة ويعملها لنا زي ما احنا تخيلنا ولا لا ده اللي هنشوفه دلوقتي. هنا دي كانت النتيجة. عمل هنا كل التفاصيل اللي طلبناها بالنسبة العربية وعمل الخلفية بتاعتنا اهرامات زي ما احنا شايفين. طب تعالى كده نكبر الصورة ونشوف هل مسلا تفاصيل الشخصية تمام? هل في اي اخطاء في الصورة ممكن تكون اه مسلا مختلفة عن الكلام اللي احنا كتبناه. انا شايف ان دينا تمام بس كنت احب اه ان هو يعمل لي الاجواء الليلية. طيب تعالى نعدل كده مسلا نيجي هنا نحامل الصورة دي ونقول له هنا اجواء ليلية. يعني محتاجينها تكون بالليل. ليلية. وهنيجي تاني نضغط على ارسال تعالى نشوف هيعملات تصميم ازاي. هنا خلال الاجواء الليلية شوية. وعمل صورتين هنا برضو بالشكل ده. وتجربة كويسة ان احنا برضو ممكن نغير مسلا نحنا نقول رجل عصري بملابس كاجوة الانيقة. وممكن نقول يرتدي جاكت ازرق وكبعة. بس نشيل كل التفاصيل التانية ديت. ونروح مسلا مكان تاني. يعني مسلا نقول ان هو موجود في مكان تاني زي اه مسلا خان الخليلي. حاجات شبه كده. وطبعا احنا عارفين خان الخليلي دلوقتي بقى ايه? في مشهور قوي. في خان الخليلي. يعني ازا كان الرئيس الفرنسي نفسي وراح فيه. فتعالي كده ندلو الامر ونشوف هل هيعملهن بتفاصيل حلوة ولا لا. بص بقى هنا الصورة الجميلة. هنا جايب الصورة بالشكل ده. وقدر يعمل لك هنا شارع وفي بلور لخلفية خان الخليلي. اه اديئة فاديئة بصراحة تصدقها. تمام? وطبعا انت لو عملت الصورة ارهيبة منك ممكن تعمل وتباني انت اللي في الصورة. حلو عجبتني بصراحة. فاسبكوا بقى تجربوا ويسك وانشاء الله اكيد هنستخدم ويسك كتير لفترة الجاية. لانه مجاني تماما واعتقد ان هو بقى مطور قوي عن اه امج امج اف اكس. اتمنى تكون استفدت من الفيديو. لعبك للفيديو. يا ريت. دلس لايك وتسيم رايك في تعليق. ولو انت مش مشيك في القناة اشترك لو تفعز الجرس. علشان يزهر لك مشاعر بكل موضوعاتنا. واخد جولة في القناة. هتستفق جدا من موضوعات كتير جدا موجودة في القناة. وفي النهاية السلام عليكم.